مهما يقال على فترة التسعينات وكانت دموية وإجرامية بلا حدود لكن لما جيت انتا كانت تدمير انتاعك أكثر وأكثر وأكبر وأخطر اليوم تعطى المناصب لا أقول للنساء أقول في الغالب تعطى المناصب المليحة والحقيقية للفاجرات ورغم شفته واش رامي ديروا الأميال وما يخفى أعظم هذه السياسك يا عبد العزيز ويا السعيد اليوم تدمير للأسرة اليوم بن غبريت تلعب تكمل على الباقي وقاتلك هي يا راي فرحانة هي باش يكون يدخلوا البنات للخدمة العسكرية طبعا ما انت أبنائك تبعثيهم لنيويورك ابنك البهلول الذي لا يفهم شيء ولا يفقه شيء يصبح دبلوماسي ويأخذ عشر آلاف أورو في الشهر وفيلا مدفوعة وشقارلكية مدفوعة وسيارة مدفوعة ووووووو والديبلوماسي الأحرار الأكفاء توضعهم في مناصب ليستهون شيء أو ما تخلوهمش حتى يخرجوا راه مراشيين في وزارة الخارجية لأن كألي عنده كرامة ما يروح شي ما روح شي يتمسح بيكم طبعا أنت بنت غبريت أنت رأك ترجعي في المدرسة رأك ترجعي فيها حمام وثقافة حمام فأنت بطبيعة الحال وليما لا كان هذاك الصحفي أو الكاتب الفرنسي اللي مر وكتب قال لك مريت على على الفامي بن غبريت وتعشيت عندهم مثل ما كنت نتعشى لكن قلت باللي هذا المرة لما أصبحت وزيرة ربما ما يتحطش الخمر في الطاوي لا على أساس أنها وزيرة ربما في بلد مسلم فتأخذ شوية احتياطات قال لك لكن لقيت الويسكي محطوط في الطابلة فضحكت وأبتسمت قلت لها حتى وأنت وزيرة أو بهذا المعنى قتلوا يا بري قتلوا لنشربوا الويسكي في الدار مع الأطفال يعني حتى الأطفال يضعوا دمهم الويسكي ويشربوا هذه وزيرة التعليم في بلد مسلم يشربوا الويسكي إلى يوم القيامة الله لا يردك لكن لا تكوني وزيرة للتعليم اللي المفروض يقدم هنا في الغرب في وزراء معينين ما يشربوش الخمر أمام الناس في الغرب حيث الخمر أرخص من الكوكاكولا كان حد معين وهو احترام تقاليد وعراف إلا ما احترمتيش الدين وما على بالكش بالدين لازم تحترمي تقاليد وعراف المجتمع الويسكي في الطاولة ويفتخر ويكتب هو بذلك وأنت وزير التعليم واش من تعليم راح يكون عن الجزيريين واش من تعليم راح يكون عن الجزيريين